فريق عمل مسلسل عمرة ندرة احتفل بانتهاء تصوير مشاهد العمل بعد شهور من التصوير المستمر داخل الديكورات الرئيسية وحارصت الشركة المنتجة على إقامة احتفالية لكل طاق العمل احتفالاً بانتهاءه من التصوير وبالتزامن مع عرض الحلقات وتحقيق العمل نجاح وانتشار كبير على مواقع التواصل الاجتماعي وده خلال الفترة اللي فاتت نجوم مسلسل حرب اللي بيقوم ببطولته النجوم أحمد السقا ومحمد فراج وفريق عمل المسلسل بقيادة المخرج أحمد نادر جلال اجتمعوا علشان يتفرجوا على أحداث الحلقة الأولى من المسلسل من داخل موقع التصوير مسلسل حرب بطولة أحمد السقا ومحمد فراج وأحمد سعيد عبدالغني وإيناس كامل وصارة شامل الفنان القدير والكبير صلاح عبدالله اتكلم عن مسلسل حضرة العمدة وقال أنه عمل درامي ضخم بيحمل العديد من الرسائل والقضايا الاجتماعية والثقافية والإنسانية المهمة ولما اتعرض علي لقيت السيناريو محبوك ومكتوب بحرفية شديدة وعلى الرغم أني في البداية كنت خايف بسبب دي الوقت الارتباطي بتصوير مسلسل سر البتع لكن في نفس التوقيت جذبتني عناصر ومقاومات في حضرة العمدة خلتني أوافق وأتحمس لشخصية أبو نهرو الفنان مهند حسني قال أنه فخور بمشاركته في الملحمة الدرامية الضخمة الكتيبة 101 واللي تطمنت قصص حقيقية وثائقية عن تضحيات رجال القوات المسلحة حسني قال أنه اعتبر مشاركته في أحداث عمل ضخم أو كبير زي الكتيبة 101 نقطة فارقة في مشواره خصوصاً أن محمد سلامة مخرج واعي وبيحط خريطة خاصة لخروج العمل بأفضل صورة ممكنة مشاهدينا خلصت نشرتنا الفنية ونرجع مرة تانية لأحمد ومنا نكمل معهم بقى فكرتنا شكراً لك يا لما